موسيقى أهلا بكم غيوم كثيفة وغير مستقراتهم المرتفعات وبالتالي ترقبوا بعد زوال يوم نزول زخات رعدية بالجنوب الشرقي وكذلك بألاطلس المتوسط وبعد القطرات المطرية محتملة بأقصى الشمال الغربي وأجواء ستكون مستقرة بباقي الجهات وخلال الليل زخات رعدية متواصلة بالجنوب الشرقي وأيضا بألاطلس المتوسط وبجنوب منطقة الشرق وضباب سيهم السهولة الأطلسية الشمالية والوسطى وأيضا شرق الواجهة المتوسطية وسحب ملخفضة كثيفة متضرة بين الرباط وأسفي غدا صباحا زخات رعدية متفارقة مرتقبة بجنوب منطقة الشرق وضباب محتملة بالسهولة الأطلسية وأيضا بشرق الواجهة المتوسطية وسماء قيلة السحب إلى صافية بباقي المناطق درجات الحرارة بعد زوال يوم ستصير 18 درجة بفران 23 متضرة بوجده و28 درجة بكل من السمارة والعيونة غدا صباحا ستسجل 5 درجات بفران 13 بالعاصمة الرباط وأيضا بالدار البيضاء 11 بعوسة الشمال طنجة و12 درجة بالمدينة الحمراء مراكوش يوم الأربعة ستهب رياح قوية بعد الشيء بطنجة وضباب سيهم السواحل ويوم الخميس سحب مرخفضة متضرة بغرب الواجهة المتوسطية وتقسيكون غائم بوسط البلاد ورياح قوية مرتقبة بطنجة وبجنوب الواجهة المتوسطية نتعرف الآن على مواقع طلوع وغرب الشمس ثم طلوع وأفر القمر بمدينة الضار البيضاء كشفت دراسة حديثة أن المواطن الأمريكي هو الأعلى إنتاج لنفاية البلاستيك بـ 105 كيلوغرامات سنويا يليها البريطاني بـ 99 كيلوغراما سنويا لتصح تلك الدراسة المفهومة الشائعة مسبقا بأن الشعوب الفقيرة في قارة آسيا تحديدا هم المتسبب الأول في أزمة نفاية البلاستيك الملوثة البيئة وثالي بريطانيا كل من كوريا الجنوبية ألمانيا، تايلاند، ماليزيا الأرجنتين، ثم روسيا، إيطاليا والبرازيل بهذا نهي شرط الطقس تم تحديد الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة